ومشاهدنا نناقش هذه التطورات مع ضيفنا من واشنطن وليد فارس الباحث في الشأن الأمريكي سيد وليد أهلا بك معنا لقراءتكم مبدئيا في هذا التصعيد كما وصفه البعض اليوم وزير الدفاع الأمريكي يقول لن نسمح أبدا لتركيا بأن تغزو سوريا ما المتاح أمام الولايات المتحدة الأمريكية فعله إذا ما أقدمت فعليا تركيا على هكذا خطوة أولا لنفهم عمق هذا الخلاف بين الإدارة الأمريكية والحكومة التركية على هذا الموضوع هناك خيارين لأنكرة إذا اعتبرت أن هناك خطر إرهابي ضدها من الـ PKK أو غيره أولا أن تقوم هي الحكومة التركية باجتياح مناطق في شمال سوريا لإقامة منطقة أمنية ولكن عليها أن تحتلها وهذا يعني استمرار المعارك بينها وبين الفصائل الكردية ربما داخل سوريا وربما داخل تركيا الخيار الآخر التي تقدمت به الإدارة الأمريكية وأنا كنت منذ عام قد تقدمت بمشروع إلى الإدارة في هذا الموضوع أن تقام منطقة أمنية ما بين الاثنين أن تفصل القوات التركية عن قوات سوريا الديمقراطية بوجود إما أوروبي إما عربي إما دولي يؤمن عدم اختراق هذه الحدود بأي اتجاه اليوم هذه المنطقة الأمنة سيد وليد ظهر بأنه سننتظرها لأنه ليست حاضر على الأقل لا على المدى القريب ولا على المدى المتوسط بسبب كل هذه الخلافات لكن أي تطور يمكن الحديث عنه يعني البعض حتى ذهب إلى تصور بأنه ربما ستكون هناك حرب الوكالة أو حرب مباشرة بين تركيا وواشنطن هل هذا وارد؟ قد يكون وارد إذا قررت أنكرا أن تتخذ قرارا أحاديا بالدخول إلى شمال سوريا وهذا ما نراه من بين الاحتمالات قد يؤمن لرئيس إردوغان المنطقة التي يتكلم عنها ولكن الذي نقوله نحن من واشنطن وهذا لن يكون آخر المطاف ثمن تأمين هذه المنطقة ضد قوى مسلحة جنوب هذه المنطقة سوف يكون أغلى من كل ثمنا أبهض ثمنا من أي عملية محتملة تأتي من داخل سوريا إلى الداخل التركي لذلك يحاول البنتاجون وتحاول واشنطن إقناع أنكرا بأن لا تقوم بهكذا عملية عسكرية وأن يتم العمل مع تركيا على إيجاد منطقة أمنية تفصل بين الاثنين ولا ضحايا فيها أردوغان يقول إما الآن أو سنندم وبالتالي الوقت ربما لن يلعب لصالح واشنطن ربما البعض ذهب بالاعتقاد بأنه سيكون هناك تحرك تركي خاصة مع ما تسرب حول إمكانية أن يكون هناك ربما شيء يحضر بالتالي هل نتوقع شيئا أمريكيا إذا ما تم ذلك يعني القيادة التركية السياسية تعلم تماما أنه الاشتباك مع حلفاء مباشرين للولايات المتحدة الأمريكية مع وجود قوات أمريكية في تلك المنطقة قد يجر إلى صدام غير مقبول وغير ممكن لا يجب أن يكون ممكنا بين حليفين في الناتو هذا لم يحصل في أوروبا ولم يحصل في أي مكان آخر عندما تدخلت القوات التركية في منطقة عفرين كان هناك قبولا أمريكيا بهذا الموضوع لذا لم يحدث أي من الأحداث مباشرة بين القوتين هنا وقد تفضلتم وتكلمتم عن موقف وزارة الدفاع الأمريكية الموقف في البنتاجون أن هذا الأمر غير مقبول حاليا إذا لم يكن هناك تفاهم على آلية معينة لن يكون مقبولا تركيا بما تفسرون إذن تسليح الولايات المتحدة الأمريكية للأكراد كما سرب الأكراد ذلك قالوا بأننا تسلمنا سلاح من الولايات المتحدة الأمريكية من شمال العراق هذا ليس لا جديدا ولا سرا واشنطن تدعم خلفائه على الأرض ولكن لاستخدام هذه الأسلحة تجاه داعش أو تجاه ربما الميليشيات الإيرانية إذا تقدمت باتجاه منطقة سوريا الديمقراطية لم يكن هناك سبب في واشنطن أن يسلح قوى سوريا الديمقراطية ضد حلف نيتو آخر يعني الموضوع إذا قررت أنكرة أن تغير سياستها تجاه شمال سوريا قد تلزم بأن تغير سياستها تجاه حلف النيتو بشكل عام وهذا ما هو مقلق بالنسبة لواشنطن باختصار سيد وليد الأس 400 كذلك كانت من بين الخلافات التركية الأمريكية هل لهذا التاريخ لمشروب الخلافات أن يعكر صف هذه المرحلة بالتحديد بحسب قراءتكم هي موضوع شراء هذه الصواليخ من روسيا قد عكر بعض العلاقات ليس سرا يعني الفنتاجون قالها ووزارة الخارجية قالتها ربما كانت تكون هناك عقوبات ولكن ما قد يجري على الأرض ربما يكون أخطر من فقط صفقة سلاح أود شكرك جزيلا شكر دائما على الحضور وعلى كل ما تطلق